اشتركوا في القناة اذا عجبك المحتوى حط لايك ما عجبك المحتوى حط ديسلايك حبيت تشير المحتوى شيره ما حبيت تشيره ما تشيره يعني اللي بتكون اياه على حسب تقييم كل هذا الموضوع اذا بستاهل اعمل الواجب ما بستاهل عادي اترك القناة وما ترجع لها اذا عندك اي سؤال او استفسار اكتب ليها في صندوق الوصف في الحلقة اللي بعديها ان شاء الله بسجل لكم وبعطي كل الجواب عليه طبعا اليوم توقعاتنا ليوم الاحد 14-2 القمر ما زال موجود في الحوت ورح يتنقل في ساعة المساء لبرج الحمل في فترة خلو مصار هذا اليوم طبعا القمر موجود في منزلة الرشا هي اخر منزلة في الدورة الفلكية فعشان هيك المنزلة هاي جيدة العلاج والربح والسلامة والصلاح رح يمكث فيها حتى تمام الساعة 53 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش من مساء يوم الاحد بعدين رح ينتقل لمنزلة الشرطين هي اول منزلة في برج الحمل هي جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا من الافضل عدم البدء باي شيء جديد جيدة لعلاج الاسنان وللعمليات الصغرى تقليم الاضافر حلاقة الشعر يعني امور الها علاقة ببعض الاشياء اللي بتخص التجميل طبعا القمر بما انه موجود في الحوت فالتأثير رح يكون على اغلب الابتراج في حال وجود القمر في الحوت بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة ومنشعر بالضياع وما مننجح في التركيز على موضوع معين منتدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزووا جانبا وبيضروفوا الدمع بعيدا عن اعين الاخرين قسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة بنقع في حبائل الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى وشراء الزهور واقتناء آل التصوير طبعا في زاوية بطيئة رح تتشكل في ساعة الفجر الاولى او ساعات الصباح هي زاوية تزديس بطيئة ايجابية رح تكون بين المريخ ونبتون رح تكون في تمام الساعة ثنتين وثلاثة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الاردن الساعة اربعة وثلاثة عشر دقيقة صباحا بنزيد ساعتين بيكون لدينا تركيز عالي لدرجة انه ممكن نكشف اي شخص بحاول الكذب علينا او خداعنا كما انه هاي بتدفعنا للحب لحب المغامرة او التحمس لفكرة ما وممكن نحقق انجازات علمية وعملية اما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية تزديس ايجابية رح تكون بين القمر وبلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة سبعة وثمانية وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تسعة ونص بتوقيت الاردن بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار اليوم تقريبا طيلة النهار بيبدأ خلو المسار الساعة سبعة وثمانية وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبينتهي في تمام الساعة ثلاثة وثلاثة وخمسين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش يعني الساعة خمسة وثلاثة وخمسين دقيقة مساءا بتوقيت الاردن هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل الي بدأنا فيه قبل خلو المسار عند ساعة المساء اللي هو الساعة ثلاثة وثلاثة وخمسين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش يعني زي ما حكينا خمسة وثلاثة وخمسين دقيقة مساءا القمر بيكون انتقل لبرج الحمل وبلش يشكل اول زوايا لالو منفصلة تختلف الاجواء وفي هاي الفترة جميع الابراج بتشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون اكثر تصميم واكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل انه نتسرع في تصرفاتنا وممكن انه نتهور ايضا يجب ان نحذر اكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ ايضا في هاي الفترة ان اقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون اكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن اجراء فحص للعيون اذا استدعى الامر لذلك يمكن شراء معني شيء لتجربة الحظ طبعا ما بنصح فيها وادخال تعديل على قصة شعر او اقامة حفل ما طبعا هي الزاوية اللي راح تصير من فترة انتهاء خلو المسار لغاية بث الحلقة او لغاية منتصف الليل هي زاوية برضو بطيئة راح تكون سلبية باقتران هي سلبي بين عطارد وبين المشتري وهاي راح تكون في تمام الساعة التسعة وثمانية وثلاثين دقيقة مساء وهاي يعني شوي بتهدد بنوع من انواع القلق النفسي بزيد ميلنا للاخطاء في الحكم على الاشخاص وافشاء الاسرار وممكن تعرضك لمشاكل مع العدالة اتجنبوا توقيع الوثائق المهمة وما تقوم باستثمار او مضاربات مالية ممكن تنتهي بدعوة قضائية كما انه هاي الفترة او هذا الاتصال بيحد من احتمالية السفر او بيعمل عركسة او تأجيل في امور السفر والاتصالات طبعا بما انه القمر راح يكون موجود في الحمل فقلوا المسار القادم راح يكون يوم الاربعة سبعتاش اثنين راح يبدأ في تمام الساعة اتناعش وستعشر دقيقة بعد منتصف الليل ورح يستمر حتى تمام الساعة ثلاثة وستعشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الثور عمر القمر القمر الهلال الجديد ثلاثة ايام في تمام الساعة ستة وسبع دقائق صباحا بتوقيت جرينيش بيصبح اربع ايام نسبة الاضاءة بتصير 13% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 18 اثنين مزاجها سعيد بنسبة 30% القمر في الحوت وبدو ينتقل للحمل حتى يوم 17 اثنين سعيد بنسبة 15% عطارد في الدلو وبيتراجع حتى يوم 21 اثنين منتحس بنسبة 25% الزهرة في الدلو حتى يوم 25 اثنين منتحسة بنسبة 15% المريخ في الثور حتى يوم 4 اثنين ما زال منتحس بطبعه يعني لاه ايجابي ولاه سلبي صفر نقدر نحكي المشتري في الدلو حتى يوم 13 خمسة منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 23 خمسة منتحس بنسبة 10% ورنس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 27 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بيظل التعب مسيطر عليكم في ساعات النهار وبحذر من مزاجكم وعصبيتكم وكلامكم أثناء التعامل مع الغير بيظل في نوع من أنواع الضغط أو نوع من أنواع العصبية والحدية اللي موجودة عندكم لغاية ساعات المساء من ساعات المساء بتبدأوا فترة أفضل بتعيد لكم نشاطكم المفقود ولكن بحذر من مزاجكم وعصبيتكم وكلامكم أثناء التعامل مع الغير حاولوا برضو أنواع تنتبهوا لصحتكم في هاي الفترة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا تقريبا بتكون إيجابية بتعزز بعض النقاط المالية أو الاهتمام المالي لغاية ساعات الظهيرة أو العصر بعدين الأجواء بتصير ضاغطة ممكن تظهر بعض المصاريف لزيادة أو الارتباك المالي أو موضوع مالي ممكن يكون شوي محير لإلكم بتشعروا ببعض معني الأشياء اللي ممكن يكون فيه بصيص أمل لأمور مالية ولكن بعد أيام أما بالنسبة للبيت الثالث فالأمور بتكون ضاغطة عليكم من الآن لغاية ساعات الصباح يعني بتخليكوا عصبيين زي ما حكينا في بداية التوقعات عنكم نوع من أنواع عدم التركيز بتجدوا أن الحدث ممكن يخونكم في بعض الأمور فعشان هيك بتطلب منكم الحذر ما تحكموا على الشيء بس مجرد إحساسكم فيه انتبهوا أثناء القيادة وأثناء الحركة لغاية ساعة المساء بعدين بصير فيه عندكم تركيز أقوى ونشاط وممكن تحققوا إنجازات جيدة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت الرابع تقريبا بتكون مستقرة على مستوى البيت ممكن يكون فيه تحالف أو لمة ولكن في موضوع عائلي ممكن يظهر ويكون فيه نوع من أنواع الإرتباك أو قلق على مسألة معينة أو اهتمام بشؤون عائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء بتظلها شوي بتعمل نوع من أنواع الإضطراب أو التوتر على المستوى العاطفي وعلى المستوى الفكري لغاية ساعات العصر بعد ساعات العصر الأجواء بتصير إيجابية بتعزز نقاط قوية بالنسبة لكم على المستوى العاطفي وبتجعل في نوع من أنواع التقارب ما بينكم بين حبائكم أو بينكم بين الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا بتكون جيدة ممكن تنجزوا بعض الأعمال الضرورية والمهمة ولكن انتبهوا أنه ما تتراكم عندكم الأعمال ما تغامروا ما تبادروا بعمل جديد أو توقيع على أوراق أو وثائق لغاية ساعات المساء بتلاقوا أن الأمور انكشفت بشكل جيد وصار في عندكم خطة معينة لإنجاز بعض الأمور المهمة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا بتكون ضاغطة اليوم تشعروا بالطاقة ضعيفة عندكم ممكن تكون في بعض التوتر أو الخلاف أو سوء تفاهم ما بينكم بين شركائكم أو بينكم بين الأزواج حاضروا من اتخاذ أي قرار بالفترة هاي أو مواجهة ممكن تتصاعد وصير فيها أمر ضدكم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتركز على الأمور المالية المشتركة الأجواء بتحمل لغاية ساعات الصباح بعض الإنجازات المالية المشتركة أو إيجاد بعض الحلول لأمور مالية ولكن في ساعات المساء ممكن تصعب أو يتأجل موضوع وما يتم الحسم عليه بشكل اللي أنتو بدكوا إياه بالنسبة للبيت التاسع الأجواء تقريبا منقدر نحكي من ساعات الظهيرة جيدة جدا على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ولكن ممكن أنه يتعطى الموضوع إلو علاقة بالسفر أو بمراسلة وممكن سوء تفاهم مع شخص خارج البلاد أو قلق على صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى السمعة وتعزيز العلاقة مع بعض الشخصيات أو دعم من بعض الأشخاص لمسألة معينة أو تعزيز شيء له علاقة بمركزكم الاجتماعي أو حتى باجتماع أو دورة أو إنجاز بعض الأمور اللي ممكن تعزز من سمعتكم بالنسبة لبيتك 11 على المستوى الاجتماعي تقريبا منقول أن الأجواء من ساعات المساء ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء خلال هذا اليوم أو بتجدوا نوع من أنواع التحالف أو الدعم من صديق معين ولكن زي ما ذكرنا أن الأجواء ضاغطة بسبب بيت المتاعب والقمر اللي موجود فيه لغاية ساعات المساء بعد ساعات المساء الأجواء بتصير إيجابية برج الثور يعني الأجواء اليوم تقريبا بتزداد صعوبة كل ما انتجهنا لساعة العصر حاولوا أنكم تحذروا اتخاذ أي قرار وانتبهوا لعصبيتكم ورغدات فعلكم خلال هذا اليوم إذا شعرتوا بشيء غير اعتيادي راجعوا الطبيب لأن الأجواء طبعا القمر بديوا ينتقل لبيت المتاعب مع ساعات المساء كل ما اقتربنا لساعات المساء أكثر كل ما شعرت بنوع من أنواع الضغط اللي بنال منك حاول أنك ما تتخذ قرارات حاسمة وبرضو ما تتسرع بالحكم أو بالكلام خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا بتركز على الأمور المالية ممكن تحمل لك بعض الفرص أو الوعود اللي بتتعلق بالشأن المالي فممكن تحقق بعض المكاسب خلال هذا اليوم ولكن بدك تحذر من مصاريف ممكن تجيك بشكل مفاجئ بالنسبة للبيت الثالث الأجواء بتظلها جيد لغاية ساعات الظهيرة وبكون في عندك قدرة على المناقش والحوار وإيصال المعلومات ولكن بدك تحذر بعد الظهيرة تقريبا من تنقلاتك أو الاندفاع أو التهور وتركيزك ممكن يعني تبادر بكلمة هيك تطلع سيئة منك أو تنفهم بطريقة غلط تسبب جرح لشخص أو حوار حاد جدا ما بينكم اللي عنده امتحان أو مقابلة بده يركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع الأجواء على مستوى البيت تقريبا ضاغطة شوي فيها سوء تفاهم أو خلاف أو نقاش خلال هذا اليوم مع ساعات العصر تقريبا تضح الرؤية أكثر وممكن تبادر الأمور للهدوء أكثر أو تتجه للهدوء أكثر أو تحمل نوع من أنواع المصالحة أو حتى انتهاء الخلاف ولكن بيبقى في عمر إلو علاقة بضغط إلو علاقة بالوضع المنزلي أو تجبر على شيء إلو علاقة بالبيت أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء على المستوى العاطفي تقريبا منقدر نحكي إنها جيد لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الظهيرة ممكن تحمل لك خلاف أو سوء تفاهم ما بينك و بين أحد الأحبة أو تنزعج بسبب أمر بتعلق بالأحبة تحديدا أو ممكن خلاف أو سوء تفاهم بسبب أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس الأجواء هنا بتركز على العمل فممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو ما تقدر تنجزها بشكل كامل حاول تركز أو حاول ما تهمل أعمالك خلال هذا اليوم وبرضو ما تحاول تبدأ بعمل جديد حاول تنتبه لصحتك من بعض التقلبات اللي ممكن تصير معك خلال هذا اليوم وخصوصا من ساعات الظهيرة أما بالنسبة للبيت السابع الأجواء على مستوى بيت الشراكي تقريبا فيها نوع من أنواع الحدية أو سوء تفاهم ممكن أنك تعصب أو تضطرب أو حتى يصير في خلاف ما بينكم لا تنزعج ولا تتوتر ممكن تشعر ببعض المؤازرة أو بعض الدعم من الشريك ولكن ممكن هذا الإشي يعني ضل بسبب الضغط الموجود عليك أنه ما يرضيك بالكامل أما بالنسبة للبيت الثامن على المستوى الأمور المالية المشتركة ممكن من ساعات الظهيرة تقريبا يظهر مسألة أو بوادر لا تحسن على مستوى الوضع المالي أو تحصل دعم معين أو وعود معينة ما تعتمد عليها بشكل كامل إلا إذا كانت على الأكيد يعني ما تحاول أنك أنت تتخذ قرارات على مجرد وعد قبل ما تتأكد من هذه الأمور حاول تنتبه على أموالك من السرقة والضياع أو التبذير أما بالنسبة للبيت التاسع الأجواء جيدة وابتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو على مستوى أوراق ومعاملات قانونية ممكن تحقق بعض الإنجازات الجيدة حتى على مستوى امتحانات جامعية أو مقابلات أو مناقشات ابتدعمك هذه الأمور بشكل قوي خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة تقريبا الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط عشان من هيك نقولك تكون حذر التزم بضبط اللسان ما تحاول تشوه سمعتك وما تدخل بأي مواجهات يعني غير قانونية خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك 11 طبعا الأجواء داعمة لإلك طالما أن القمر موجود فيها فبتنشطوا في ساعات النهار من الآن لساعات النهار بين الأصدقاء حفظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وواصلوا عمل بدأتهم في من قبل في ساعة المساء تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم حاذر من الدخول في مناقشات أو جدال مع الأصدقاء وممكن تتطور الأمور للأسوأ إذا ما تضبطتش عصابك طبعا بظل التوتر مسيطر عليك والقلق وردات الفعل السلبية طيلة فترة الليل من الآن لفترة الصباح من ساعات الظهيرة تقريبا الأجواء بتصير إيجابية بتشعر بنوع من الطمانينة والطاقة الإيجابية اللي بتدعمك بالاتجاه الاجتماعي ممكن تستعين ببعض الأصدقاء لإنجاز بعض الأمور المهمة أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي ممكن في ساعات الصباح تحقق بعض الإنجازات المالية أو ممكن يكون في بعض الدعم المالي أو المستردات المالية ولكن انتبهوا من المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث الأجواء دعمي على مستوى الاتصالات والحوارات ولكن مش طيلة يعني مش من الآن للصباح هي من فترة الظهيرة وما بعد تدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات والامتحانات حتى على مستوى الاتصالات بتكثر عندكم بزيادة حاولوا تنتبهوا أثناء قيادتكم للسيارة وأثناء ترقلاتكم طيلة النهار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء هنا تقريبا بتركز على أمور إلا علاقة بالبيت ولكن في ساعات المساء ممكن يظهر خلاف أو جدال أو نقاش حد ما بينك وبين أحد أفراد العائلة أو يظهر عطل يطلب منك نوع من أنواع الاهتمام بالنسبة للبيت الخامس الأجواء تقريبا بنقدر نحكي بتظلها ضاغطة وممكن تحمل لك سوء تفاهم أو قلق من تصرف أحد الأحبة أو الحبيب تحديدا أو تمشي الأمور مش بالشكل اللي أنت بدك يا أو بترغبه في ساعات المساء الأجواء بتصير أحسن ممكن تنعدل الأمور وتصير لصالحك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على أمور إلا علاقة بالعمل بتظلها جيدة ودعمة إلك بقوة خلال هذا اليوم ولكن بدك تنتبه في ساعات المساء أو كل ما اقتربنا لساعات المساء من تراكم بعض الأعمال أو ممكن أن تشتكي من أمور صحية أنت أو تقلق على صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع الأجواء تقريبا ضاغطة على مستوى بيت الشراكي ما زال في بعض التوتر اللي بسبب إما الشريك أو مع الشريك فعشانك بدك تنتبهوا ما تصعدوا الأمور بشكل أكبر لغاية ساعات المساء بتقدروا تتخذوا قرار أو أنه تحسموا أمر معين بالنسبة للبيت الثامن الأجواء على مستوى بيت الثامن إيجابية على مستوى الأموال المشتركة اليوم ممكن تحققوا بعض الإنجازات المالية المشتركة أو تحسموا أمر إلى علاقة بقرض أو مساعدة أو نوع من أنواع الدعم ولكن في ساعات النهار حاولوا أنكم ما توقعوا على أوراق دون التأكد منها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتحمل بعض القلق على مستوى أمور إلها علاقة بالسفر والتنقلات والاتصالات البعيدة أو سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الأجانب أو شخص خارج البلاد حاولوا قدر الإمكان ما تندفعوا تتهوروا أثناء قيادة السيارة خصوصا على الطرق المفتوحة إذا كان عندكم امتحان أو مقابلة بتركزوا بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر طبعا القمر بما أنه موجود في بيت السمعة طيلة النهار حافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وواصلوا عمل بدأتم في من قبل طيلة ساعة النهار أما في ساعة المساء فتلتقوا الأصدقاء وبتنجحوا بالمحافظة على مصالحكم الاجتماعية حاذر من الاندفاع والتهور خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء طبعا فيها متقلب شيئا ما فعشان هيك منقول لك حاول إنك تنجز كل الأشياء المهمة والضرورية قبل خلو المسار أو فترة ما بعد خلو المسار حاولوا تنتبهوا لصحتكم من بعض التقلبات وانتبهوا لراحتكم وغذائكم برج السرطان طبعا الأجواء بتظلها داعمة لكم تشعروا بنشاط من الآن ولغاية ساعات العصر تقريبا بتظل الطاقة عالية جدا وعندكم رغبة للتنقلات والحراك أو الاتصالات والحوارات وعندكم النشاط الفكري بيكون عالي جدا ولكن من ساعات المساء بتكون تضبطوا عصابكم من التهور أو يعني من أشياء ممكن إنها تسبب لكم نوع من أنواع التوتر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا بتظلها ضغط على المستوى المالي بتحمل الفترة هاي نوع من أنواع القلق المالي أو التوتر المالي يعني حاولوا ضبط أعصابكم وتقليل من مصاريفكم ممكن يصير بعض الانفراج في ساعات المساء كالتحصيل على بعض الأموال اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتركز على أمور التنقلات والاتصالات بشكل جيد اليوم أنتم مشحونين بطاقة عالية جدا وفي عندكم اهتمام عالي بالاتصالات وحتى الاهتمام بأمور العلاقة بالتعليم أو المناقشات في ساعات المساء احضروا من سوء تفاهم أو اندفاعكم بالتفوه ببعض الكلمات اللي ممكن تنفهم بشكل خاطئ أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء ضاغطة على مستوى البيت بتحمل نوع من أنواع التوتر أو القلق أو سوء تفاهم ممكن عطل برضو منزلي الفترة هاي في ساعات المساء بتهدأ الوتيرة على مستوى البيت وممكن تشعر بتحسن جيد أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة وبتدعمك بشكل قوي على المستوى العاطفي ممكن تعززوا العلاقة ما بينك وبين الأحبة خلال هذا اليوم وممكن يفاجئكم الحبيب بتصرف معين في ساعات الصباح وممكن حتى تصير مبادرة لا شيء معين ولكن تنتبهوا في ساعات المساء من سوء تفاهم أو خلاف أو جدال ما بينك وبين الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة جدا وبتدعمك بشكل قوي على مستوى العمل ولكن تحذروا من تراكم الأعمال عندكم وتنتبهوا لبعض الأمور الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا بتعزز نقاط قوة ما بينك وبين شركاء العاطفي اللي هم الأزواج أو شركاء العمل وممكن اليوم نصير فيه مبادرة أو مصالحة أو تقدم خطوة في مجال الارتباط خصوصا للخاطبين أو العشاق ولكن بدون حسم الأمر وبدون تهور ومخالفة القوانين والأعراف أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتركز على الأمور اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة ممكن شوي تنضغطه في مسألة معينة إلها علاقة بالأموال المشتركة عشان هيك منقولك ديروا بالكم من أي مضاربة أو مراهنة مالية وحاولوا أنك تنتبهوا من التوقيع على أوراق أو وثائق اليوم بدون التحقق منها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع طبعا في ساعات النهار أو من الآن لغاية ساعات العصر تقريبا اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد وانتبهوا أثناء السفر وتفقدوا كل أوراقكم وأمتعتكم كما عليكم عدم التسرع أثناء القيادة والتنقلات أما في ساعات المساء طبعا القمر رح ينتقل للحمل فتنشطوا في الاتصالات أو الأمور اللي بتنجحوا بالمحافظة على مصالحكم الاجتماعية انتبهوا أثناء السفر وتفقدوا كل أوراقكم وأمتعتكم بشكل جيد وحافظوا على سمعتكم وما تدخلوا بأي مواجهة أو مجازة فيما بينكم وبين رجال القانون أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا بتعزز قوة رائعة على مستوى الوسط الاجتماعي فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد في لقاء الأصدقاء ولكن في ساعة المساء بدك تحذر من سوء تفاهم أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ما زالت ضاغطة شوي فممكن تسبب لك بعض التعب أو الإرهاق أو قلق على صحة أحد الأحبة طبعا ما زالت الأجواء بتحمل نوع من أنواع الضغوط أو التوتر الأجواء مش جيدة بشكل كبير ممكن تحمل لك قلق أو توتر أو حتى أنك تكون حاد بطباعك وبتشعر بنوع من أنواع القلق على المستوى المالي عشان هيك شوي أعصابك مش هادية في ساعة المساء الأجواء بتنقلب لصالحك بشغلك المباشر وقوي جدا فممكن تشعروا بالارتياح والحظ بصير حليفكم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا بتركز على الأمور المالية بتحاول تجد حل بعض الأوضاع أو بعض الأمور المالية حاول أنك تركز بشكل قوي وبرضو في نفس اللحظة ابعد عن المصاريف قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث الأجواء مازالت ضاغطة عشان هيك ممكن تتهرب من بعض الأمور أو المناقشات أو الحوارات أو تتجنب وجع الراس بمعنى آخر حاول أنك تضبط عصابك قدر الإمكان إن حطيت في موقف لمناقشة ضبط العصاب مطلوب وفي نفس اللحظة إذا عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء هنا بتركز على أمور العلاقة بالبيت بشكل جيد وعندك اهتمامات عائلية أو تركيز على عمل منزلي رح تهتم فيه بشكل كبير فعشان هيك حاول أنك ما تتغيب وحاول أنك تأدي واجباتك للعائلية بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الخامس فما زالت الأمور على المستوى العاطفي ضاغطة عندك بشكل كبير بتسبب لك سوء تفاهم أو في شيء بعائق ما بينك وبين الأحبة بالفترة هاي أو قلق على أحد الأبناء حاول أنك تضبط عصابك في ساعة المساء بتتضح الرؤية وبصير تقارب جيد ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على المستوى العمل ما زالت ضاغطة فعشان هيك بتتراكم بعض الأمور عندك ممكن أنه شوي على المستوى الصحي تشعر ببعض الارتباك راقب وضعك الصحي بشكل جيد وإنجز أعمالك الضرورية والمهمة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء برضو على المستوى ببيت الشراكي فيها نوع من أنواع الضغط أو التوتر وبتسبب خلاف أو سوء تفاهم ما بينك وبين الشريك أو فعشان هيك بتتطلب منك الأمور ضبط العصاب في ساعات المساء ممكن يصير بعض المقاربة العاطفية ما بينك وبين الشريك أو الحبيب برضو بنقول لك أنه انتبه لصحتك أما بالنسبة للبيت الثامن فبما أن القمر موجود في البيت الثامن طيلت من الآن وطيلت النهار فبنقولك تفحصوا حساب مشترك ومتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة لغاية ساعات المساء القمر بنتقل للبيت التاسع لإلكم فبتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا داعي للمجازفات أو الإهمال في العمل ممكن تتعرض لمشاكل على مستوى العمل إن أهملت إدارة أعمالك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأمور على مستوى بيت السمعة بتحمل نوع من أنواع التقلب والمفاجآت فما في داعي للمجازفة أو المغامرة أو مخالفة القوانين حاول تكون حذر وركز بشكل جيد وما تهمل عملك الفترة هاي بدها تركيز بشكل قوي ممكن أنه تبادر للقاء أو دعم من شخصية معينة أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء يعني بتظلها ضاغطة على المستوى الاجتماعي ممكن تتهرب من واجب اجتماعي أو تبعد عن الرؤية خلال الفترة هاي رغم أنه ممكن يبادر أحد الأصدقاء للتواصل معك أو لدعمك في مسألة ما أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ما زالت بتسبب لك نوع من أنواع الإيجابية أو الحماية في بعض النقاط ولكن زي ما حكينا راعي وضعك الصحي غذاءك راحتك هاي أهم الأمور وإشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان برج العذراء طبعا بما أن القمر موجود مقابلكم تماما فهذا الإشي بسحب من طاقتكم فعشان هيك بتجدك وما عندك طاقة كافية لإنجاز أمور كثيرة خلال هذا اليوم راقبوا صحتكم وراقبوا غذاءكم بشكل جيد وما في داعي للعصبية أو الحوار لأن الأمور مش لمصلحتكم بالنسبة للبيت الثاني الأجواء على المستوى المالي يعني ما زال في بعض القلق من وضع مالي معين في ساعة المساء الأمور بتنحسم وبتظهر بعض الحلول أو الأرياحية على المستوى المالي بشكل كبير ولكن الأهم أنه ما يعني ما تورطوا حالكم بمسائل مالية بشكل عفوي بدون تركيز أو بدون تفكير أو بدون دراسة الوضع وانتبهوا على أموالكم من السرقة والضياء أما بالنسبة للبيت الثالث الأجواء جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات وعندك سرعة بديهة عالي وقدرة على التحليل والإقناع ولكن في ساعة المساء اللي عنده مقابلة أو عنده امتحان بدون يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضود أما بالنسبة للبيت الرابع الأجواء ما زالت ضاغطة على مستوى البيت وحمل نوع من أنواع التوتر أو القلق في ساعة المساء بتنحسم الأمور بشكل جيد وممكن تجد بعض الحلول للأمور العائلية أو حتى الأمور البيتية أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء جيدة على المستوى العاطفي وبتحمل لك نوع من أنواع التقارب والتلاقي الجيد العاطفي ما بينك وبين الحبيب أو ما بينك وبين أحد الأبناء ممكن اليوم تفكر في نزوة أو خروجة أهم إش أنك ما تبالغ بملد ذاتك أما بالنسبة للبيت السادس الأجواء بتركز على بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعمل فبتجد أنه في ضغط وممكن الأمور مش ماشي بالشكل اللي أنت بالدكية يعني بتواجه بعض الصعوبات على المستوى العمل وإنجاز بعض الأعمال وحتى على المستوى الصحي في بعض التقلبات أما بالنسبة للبيت السابع فزي ما حكينا أنه القمر موجود في بيت الشراكي فبينصب إهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم في ساعات النهار يعني من الآن لغاية ساعات المساء تقريبا وفي ساعات المساء القمر بنتقل للبيت الثامن فبتنهمكم في عادة تنظيم أموركم المالية المشتركة ولكن بدك تحضر من النزاعات مع الشريك في العاطفة أو المنزل والعمل عشان ما تكبر المشاكل أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتحمل نوع من أنواع التقلب إما قلق أو ترتيب لسفر معين ولكن تجد أنه فيه نوع من أنواع المعاكسة لا إلك فالأمور مش ماشي بالقوة اللي أنت بدك إياها أو بالطريقة اللي أنت بدك إياها فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب ما تبالغوا وما تجازفوا بشكل كبير بالفترة هاي اللي عنده امتحانة ومقابلة يبدو يركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فبنقول لك دير بالك ما تشوه سمعتك ما تدخل بأي مواجهة أو مخالفة للقوانين مهما كانت الظروف حاول أنك تركز بشكل جيد تضبط أمورك بشكل جيد ومرضه في نفس اللحظة يعني حاول إذا كان عندك امتحان أو مقابلة اتركز وما تندفع أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء جيدة وبيدعمك فممكن يتوجه لك دعوة لعضور حفلة أو مناسبة ولكن ممكن يصير فيه خلاف أو سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الأصدقاء الأجواء جيدة بتدعمك ممكن اليوم تطلقى أو يساعدك صديق في مسألة معينة ولكن احذر من سوء تفاهم بالنسبة لبيت المتاعب الأجواء ما زالت ضاغطة وطبعا مع هبوط الطاقة عندك قابلية التعب أو الإرهاق أو أنك ما تراقب تأغذيتك بشكل جيد واردة فعشانك إذا شعرت بشيء غير عتيادي إما أنك بترتاح وإذا شعرت الأمر بالطلب ومراجعة الطبيب فما تتأخر برج الميزان طبعا الأمور ما زالت ضاغطة على المستوى العمل وعلى المستوى الصحي وبتشعر ببعض التقلبات أو الطاقة الضعيفة في أمور محيريتك أو ضاغطيتك في ساعة المساء تقريبا الأجواء بتصير أكثر أن الطاقة عندك بتخف أقل لأن القمر بصير مقابلك تماما فعشان هيك حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان وما تستنزف طاقتك في أشياء مش مفيدة لا إلك بالنسبة للبيت الثاني الأجواء على المستوى الأمور المالية ما زالت بتفتح لك بعض المكاسب أو الحلول للأمور المالية وممكن تحل بعض المسائل المالية بشكل جيد ولكن زي ما حكينا بدك تحذر من المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث الأجواء بتساعدك على بعض الأمور اللي بتطلب منك الحذر أثناء نقاشاتك أو حواراتك فما تندفع ما تتهور ما تتسرع ركز بشكل جيد خصوصا إذا كان عندك امتحان أو مقابلة فما تعتمد على الحضوض ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء هنا بتركز على بعض المسائل اللي إلها علاقة في البيت فعشان هيك اليوم رح تحل بعض المسائل العائلية أو المنزلية أو تهتم ببعض الشؤون البيتية بشكل كبير فعشان هيك بتطلب منك التركيز بشكل وافي في ساعات المساء احذر من سوء تفاهم منزلي أو عبئ أو عطل منزلي ممكن شوي يدخلك في حالي من التوتر أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي ما زالت بتحمل نوع من أنواع القلق عليك أو على أحد الأحبة حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان وحاول ما تكبر المسألة أو الخلاف ما بينك وبين الحبيب في ساعات المساء الأجواء بتصير إيجابية وبتعزز علاقتك بالأحبة أو بأحد الأبناء أو ممكن يطمئن خاطرك أكثر أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا في ساعة النهار من الآن وساعة النهار وصلوا عمل العمل اللي بدأتم فيه من قبل وما تبادروا لعمل جديد أما في ساعة المساء القمر بصير في بيت الشراكي مقابلكم فبترغبوا في تعزي شراكاتكم ولكن بتكن تنتبهوا من النيران والجروح والالتهابات على أنواعها وبرضو ما تدخلوا بأي عدائية مع أي شخص لأنه طاقتكم بتكون ضعيفة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتركز على بعض الأمور اللي إلها علاقة بالأمور المالية فعشان هيك بدك تنتبه من بعض النصابين أو المحتالين وحاول أنك ما تكفى الحد بالفترة هاي وقلل من مصاريف قدر الإمكان بالنسبة للبيت التاسع الأجواء يعني بتحمل بعض الأمور اللي أنت بتفكر فيها كاتصالات خارجية أو أمور سفر ولكن نقول لك أنه ما تبالغ في هاي الأفكار وما تشحن حالك بطاقة سلبية على إيش فاضي في ساعات المساء الأجواء بتصير أوضح وبتترتب الأمور بشكل وافي أكثر لإلك إذا كان عندك امتحان أو مقابلة فما تعتمد على الحدود أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السوم على أجواء جيدة ودعميتك بقوة خلال هذا اليوم وممكن تعزز من علاقتك مع بعض الشخصيات المهمة أو على مستوى رؤسائك أو زملائك بالعمل الأمور جيدة ودعميتك بقوة بالنسبة لابيتك 11 الأجواء هنا بتعزز بعض نقاط الجيدة على المستوى الاجتماعي وممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء ولكن احذر من سوء تفاهم بالنسبة لبيت المتاعب الأجواء جيدة قدر الإمكان ولكن في ساعة المساء بنقول لك احذر من تدني الطاقة عندك فممكن تحمل لك قلق على صحتك أو على صحة أحد الأحبة برج العقرب بتظل الأجواء جيدة وبتظلك مشحون بطاقة عالية جدا خلال ساعة النهار اليوم عندك رغب للتواصل للقاء الأحبة أو لتعزيز الأمور العاطفية بشكل كبير الأجواء إيجابية ودعملة إليك ولكن في ساعة المساء احذر من خلاف أو سوء تفاهم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا بتركز على الأمور المالية عندك ضغط مالي أو مصاريف أو متطلبات مالية أو قلق من وضع مالي معين حاول أنك ما تكفى الحد وحاول أنك ما تبالغ بمصاريفك بالفترة هاي بالنسبة للأمور البيت الثالث الأجواء جيدة ودعميتك بشكل قوي اليوم عندك قدرة على الإقناع عالي جدا وبرضو إذا عندك امتحان أو مقابلة رح تبدع بشكل جيد وقدرة على النقاش والحوار وبرضو ممكن تهتم بأمور إلها علاقة إما بسيارة أو بهاتف الأمور جيدة ودعميتك وبرضو بتعزز علاقتك ما بينك وبين أحد الإخوة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء هنا ضاغطة على مستوى البيت في نوع من أنواع التوتر أو القلق أو المشاحنة أو سوء تفاهم ولكن في ساعة المساء بتنحل الأمور وبتصير الأجواء إيجابية أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا القمر موجود في البيت الرابع في البيت الخامس عفوا فهنا بتظل الأجواء إيجابية على المستوى العاطفي وقوية وبيميل وأحباكم للتجاوب معكم طيلة ساعات النهار ولكن في ساعة المساء بتكن تنتبهوا لصحتكم بيغلب عليكم طابع العنف والعصبية وخاصة مع الأحبة والأولاد عليكم الحذر أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي متقلبة فمنكم ممكن يصير في خلاف أو حدية بالطبع بينه وبين الشريك وخصوصا في ساعة المساء ديروا بالكم انسوا تفاهم واتفاقموا الأمور والعدائية الجو إنه تأثر عليكم بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثامن الأجواء ضاغطة على المستوى المالي بتشكل لكم نوع من أنواع التوتر أو القلق وممكن يطمئن بالك في ساعات المساء إما لخبر أو لا حل مسألة مالية معينة ولكن الأهم إنكم ما تبالغوا بالأمور المالية قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالسفر والامتحانات الجامعية في ساعات المساء حاولوا أنكم تحذروا أثناء تنقلاتكم وقيادتكم للسيارة على الشوارع المفتوحة أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة الأجواء ضاغطة فعشان هيك منقولكم ما تشوهوا سمعتكم وما تجازفوا ما تغامروا ما تخالفوا القوانين ديروا بالكم سمعتكم على المحك هذا النهار فحاولوا قدر الإمكان أن تحافظوا على سمعتكم أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة ودعمتك على مستوى العلاقات الاجتماعية فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء خلال هذا اليوم حاول تستغل المناسبات الاجتماعية لأنه ممكن تلاقي حليف أو داعم لا إلك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء هنا بتركز على ضغط عصبي وضغط فكري وبرضو راقبوا وضعكم الصحي راقبوا غداكم وراحتكم بشكل كبير وما تبالغوا بإصرف طاقتكم ممكن برضو الفترة هاي تحمل قلق على صحة أحد الأحبة برج القوس طبعا اليوم الجو مش بالقوة الهائلة لإلكم ما زالت الأجواء ضغطة عليكم فعشان هيك بتشعروا ببعض التوتر والقلق وممكن شوي الإرتباك أو ردات الفعل السلبية بتكون تحاولوا تضبطوا عصابكم وقدر الإمكان من الآن لغاية ساعات العصر من بعد ساعات العصر الأجواء بتصير إيجابية وبتتحول الأمور بشكل إيجابي وقوي جدا بالنسبة لإلكم فعشان هيك حاولوا أنكم تستفيدوا وتستثمروا الأمور في ساعات المساء أو تأجلوا الأمور المهمة لساعات المساء عشان الحضوط تدعمكم بشكل كبير أما من الآن لساعات المساء فهي الأمور رح تتركز على أمور عائلية وبيتية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي جيدة جدا وبتدعمك بشكل قوي وممكن تحققه بعض المكاسب المالية أو الاهتمامات المالية خلال هذا اليوم وممكن يكون المال حليفك أو الحظ حليفك في الأمور المالية ولكن بدك تنتبه في ساعات خلو المسار دير بالك من التوقيع علي أي ورقة أو معاملة بدون ما تتأكد منها وتتفقدها بشكل كامل أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء ضاغطة على مستوى أمور النقاشات والحوارات بتجد أن مزاجك عصبي في بعض الأوقات ردات فعلك غير متوقعة فعشان هيك ممكن توتر العلاقة أو تصنع مشاحني ما بينك وبين أعضي الإخوة أو الجيران بسبب ردات الفعل إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت الرابع صحيح أن القمر موجود فيه وهو بشكل زوايا إيجابية ولكن تتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم في ساعة النهار حاولوا قدر الإمكان تضبطوا عصابكم أثناء تعاملكم مع أفراد العائلة ممكن تقلق على صحة أحد أفراد العائلة أو الأحبة أو شاء له علاقة بالأعطال المنزلية أما في ساعات المساء طبعا القمر رح ينتقل للبيت الخامس عندكم فبتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم من أحبائكم ولكن أهم شيء أنك ما تفتعل خلاف في المنزل أو مع أحد أفراد العائلة لأنه مزاجك شوي بكون حاد بالنسبة للبيت السادس الأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع التقلبات على مستوى العمل فعشان هيك بنجد جزء من مواليد برج القوس الأجواء عندهم جيدة على مستوى العمل وجزء آخر بيجدوا نوع من أنواع تراكم الأعمال ما بيقدروا ينجزوا أعمالهم بالكامل الأهم على جميع مواليد برج القوس أنهم يراعوا ظروفهم الصحية والتقلبات الصحية اللي ممكن تصير لهم أو لأحبائهم خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السابع تقريبا هو مقابلك تماما فعشان هيك الطاقة بتكون ضعيفة شوي عندك في ساعات المساء ممكن شوي الأجواء تتحسن أو يصير فيه تراجع قرار سابق أو مصالحة ما بينك وبين الشريك بالعاطفة وخصوصا الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن الأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة فممكن اليوم تنجز بعض الأعمال أو المهام بشكل جيد وممكن برضو تهتم بسداد بعض الديون أو ترتيب وضع مالي معين في ساعات المساء ممكن تظهر بعض المصاريف فانتبهوا على أموالك من السرقة أو الضيع أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ما زالت ضاغطة فعشان هيك من قلكوا حاولوا أنكم ما تغمروا وما تجازفوا بالفترة هاي بامتحاناتكم وما تعتمدوا على الحظوظ بشكل كبير اللي عنده سفر أو عنده تنقلات بده ينتبه أثناء تنقلاته وأثناء حواراته ونقاشاته بشكل كبير في ساعات المساء الأجواء بتصير إيجابية ممكن تحققوا بعض الإنجازات الرائعة أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة الأجواء جيدة يعني بتعطيك دفعة جيدة رغم أن الطاقة ضعيفة شوي فعشان هيك من قلك أنه ركز بشكل جيد وفي نفس اللحظة رتب أوراقك بشكل جيد ما في داعي أنك تجازف أو تغامر أو تخالف القوانين بالفترة هاي حاول أنك تخلي علاقاتك مكسب لا إلك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا ضاغطة شوي على مستوى خلاف أو نقاش حاد أو حوار ما بينك وبين أحد الأصدقاء وممكن اليوم يعني في ساعات المساء يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو دعم من أحد الأصدقاء لا إلك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء رائعة ودعمة لا إلك بقوة فممكن اليوم تهتم ببعض الشؤون اللي إلها علاقة إما بزيارة مريض أو ممكن مراجعة مؤسسة حكومية أو حتى الاهتمام ببعض الشؤون الصحية إلك أو لأحد الأحبة برج الجدي طبعا الأجواء عندك جيدة جدا اليوم والطاقة عالية جدا من الآن ولغاية ساعات المساء أنت مشحون بطاقة عالية جدا وقدرها على إنجاز كثير من المهم تقريبا منقدر نحكي أنها هاي من أفضل أيام أو الحضوض دعمتك بشكل كبير حاول أنك تستثمرها بالنسبة للبيت الثاني ما زالت هي بس الأجواء المالية ضاغط عليك فعشان هيكي بتسبب لك نوع من أنواع التوتر والقلق أو بعض الحسابات بتعيد حساباتك وبتجدول حساباتك بشكل كبير بالفترة هاي احذر من بعض النصابين أو المحتالين أو المصاريف الزائدة يعني رتب أمورك المالية بشكل جيد وابتعد عن البذخ أما بالنسبة للبيت الثالث فالقمر موجود فيه بشكل زوايا إيجابية زوايا التزديس خصوصا مع بلوتو فعشان هيكي بنجد أنه الأجواء جيدة خصوصا للي بدي تقدم لامتحان ولكن عشان خلو المسار بنقول لك أنه انتبه من أي أمر إلو علاقة بالحضوض يعني ما تعتمد على الحظ مهائيا ممكن اليوم يكون لك تعامل مع أخ أو جار أو تنجز بعض الأمور بشكل جيد في ساعات المساء القمر بصير في البيت الرابع فبدك تحذر هاي زاوية تربيع بتسبب نوع من أنواع هيكي يعني أنت بتفضل الأجواء البيتية أكثر في ساعات المساء ولكن ممكن تكونوا عدائيين وممكن يسبب مزاجك خلاف أو سوء تفاهم ما بينك وبين أحد أفراد العائلة كمان بدك تحذر أثناء السفر وأثناء التنقلات مش بالحذر المبالغ فيه يعني ولكن انتبه خلي في نوع من أنواع التركيز عندك بالنسبة للبيت الخامس الأجواء جيدة ودعمة لإلك على المستوى العاطفي والتقرب من الأحباء وعند قدرة للإقناع والتواصل والمصالحات ما بينك وبين الأحبة ولكن احذر من المفاجآت أما بالنسبة للبيت السادس الأجواء على المستوى الصحي اشوي بحاجة لنوع من أنواع الرقابة لا تبالغ بملذاتك ولا تهمل صحتك ولا تهمل أعمالك حاول أنك أنت تنجز أعمالك بشكل كامل بالنسبة للبيت السابع تقريبا الأجواء بتحمل نوع من أنواع الاهتمام خصوصا على مستوى الشراكب أو تقارب ما بينك وبين الشريك وتعزيز العلاقة ما بينكم وبين الأزواج ممكن يعني يصير في حوار أو نقاش ما بينكم أو إنجاز بعض المهام بشكل مشترك بالنسبة للبيت الثامن طبعا هنا الأجواء بتركز على بعض الأمور اللي إلها علاقة بالأموال فممكن تحقق بعض المكاسب ولكن بدك تحذر على أموالك من السرقة أو ضياع أو من بعض المحتالين فما تكفى الحد أو تراهن على أمور مالية بالفترة هاي بالنسبة للبيت التاسع الأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة وتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل المالية أو حتى مراسلة أو تواصل مع أجانب أو حتى بامتحانات ومقابلات الأجواء جيدة ودعمة لإلك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة بتظلها الأجواء ضاغطة فعشان هيك منقولك ما تشوه سمعتك وما تخال في القوانين ما تدخل بمواجهات مع رجال القانون وحاول أنك يعني تعزز علاقتك خصوصا مع الأشخاص اللي إلك مصلحة معاهم إما الطبقة أشخاص دون نفوذ أو حتى المسؤولين عنك في مكان العمل بالنسبة لبيتك 11 الأجواء جيدة وهنا وبتركز على أمور إلها علاقة بتدعمك على مستوى الصداقات فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء أو تعزيز العلاقة مع الأصدقاء بشكل كبير الأجواء جيدة ودعملة إلك بقوة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء هنا بتقول لك أنه يعني حاول أنك تحذر من بعض الأشخاص اللي ممكن يكيدوا لك أو يتأمروا عليك بالخفاء وحاول أنك تراقب الأمور الصحية إلك أو لأحد الأحبة برج الدلو طبعا اليوم الأجواء أحسن من الأيام الماضية أنت مشحون بطاقة إيجابية عالية جدا ولكن رغم هيك بتشعر ببعض التوتر أو القلق من بعض المسائل حاول تضبط أعصابك ما في داعي للإنفعال أو للتهور أو لاتخاذ قرارات يعني ممكن شوي تكون مش مزبوطة يعني حاول أنك تضبط أعصابك قدر الإمكان خلال هذا اليوم بالنسبة للوضع المالي طبعا القمر موجود في البيت الثاني لا إلك فعشان هيك بنقول لك من الآن ولغاية ساعات المساء تتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة خففوا من النفقات ممكن بعضكم يحصل على بعض المكاسب المالية أو دعم مالي أو يسترد بعض الأموال أو يحصل على هدية معينة بالنسبة للبيت الثالث طبعا في ساعات المساء القمر رح ينتقل للبيت الثالث عندكم الأجواء تقريبا من ساعات المساء العصبية والحدية موجودة عندك ولكن من ساعات المساء الأجواء بتصير إيجابية بتدعمكم تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومن المحتمل أنه يعاني البعض من مشاكل أو نزاعات مع رفيقه أو رئيسه خصوصا في مجالات إلها علاقة بالعمل أو حتى مع الشركاء فحاذروا من التبذير وحاذروا من الخلافات قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت جيدة وبتدعمك بشكل قوي اليوم أنت عندك رغبة للتواصل العائلي أو للتقرب من أفراد العائلة وممكن تحمل لك برضو بعض الإنجازات اللي بتتعلق إما بالعقار أو السكن أو الأمور العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء ضاغطة وفي سوء تفاهم ما بينك وبين الحبيب رغم أنك أنت بتسعى لتلطيف الأجواء أو للتقارب من الحبيب ولكن ممكن تحمل لك سوء تفاهم في ساعات العصر للمساء الأجواء بتصير إيجابية ودعمة بقوة وممكن هاي تحمل لك مصالحة أو تقارب وتعود اللي صار في النهر أما بالنسبة للبيت السادس الأجواء جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن تهتم ببعض الشؤون الصحية اللي بتتعلق فيك أو في أحد الأحباء أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا بتسحب من الطاقة عندك بشكل كبير فعشان هيك بنجد العصبية موجودة فممكن تحمل لك سوء تفاهم ما بينك وبين الزوج أو الزوجة أو حتى أنك تتهرب من بعض المسئوليات اضبط عصابك ما في داعي للتصعيد اضبط لغاية ساعات المساء بتجد الأمور انحلت بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثامن فترح تركزوا اليوم على الأمور المالية المشتركة أهم إيش إنكم ما تغامروا بمجازفات مالية أو مراهنات مالية وحاولوا تضبطوا ميزانيتكم كي منكم رح يهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالغيبيات بشكل كبير خلال هذا اليوم أو تهتموا ببعض المسائل اللي إلها علاقة إما بأوراق قديمة أو معاملات أو مطالبات بالديون أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا تقريبا بتحمل إما تفكير بسفر أو اتصالات خارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن تهتموا ببعض القضايا اللي إلها علاقة بأجانب اللي عنده امتحان أو مقابلة الأجواء تقريبا بتحمل بعض الإيجابيات لعلكم لكن إذا كان فيه امتحان حاول قدر الإمكان أنك ما تعتمد على الحظ لأنه فترة خلوة المسار طويلة أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة الأجواء داعمة لإلك بشكل قوي ممكن يظهر شخص اليوم على الساحة أو اتصال معين يقازرك أو يدعمك في مسألة معينة ممكن تجد بعض الحلول والتعاون من بعض الأشخاص واللي بيقدم على العمل الفترة هاي مناسبة لتقديم الطلبات أو للترقيق أو حتى لبعض المؤتمرات أما بالنسبة للبيت 11 فالأجواء من ساعات المساء ممكن يعني تسعد بلقاء الأصدقاء أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو دعم من أحد الأصدقاء لإلك أو مساعدتك في أمر ما بالنسبة لبيت المتاعب الأجواء جيدة ودعميتك وما حد بيقدر يكيد لك بالفترة هاي لأنك أنت يقض وبرضو كأنه في ملاك حارس بيحميك من بعض الأشخاص اللي ممكن يتأمروا عليك بالخفاء حاول إنك برضو ما تركن على هاي الأمور بشكل كبير وفي نفس اللحظة حاول إنك تراقب أمورك الصحية وراحتك بشكل عالي يعني ما تبالغ بإرهاقك بالفترة هاي برج الحوت طبعا بما أن القمر موجود عندكم في البيت الأول فاليوم أنتم تمتعوا بنشاط عالي جدا أهميش أنكم ما تبادروا بأعمال جديد بس واصلوا بأعمالكم اللي بدأتم فيها من قبل حاولوا أنكم تشحنوا حالكم بطاقة إيجابية قدر الإمكان في ساعة المساء القمر رح ينتقل للبيت الثاني فرح تتركز الأمور على الأجواء المالية فبتحملكوا بعض المكاسب أو بعض الحلول المالية للفترة القادمة وممكن تهتموا ببعض الإنجازات خلال الفترة هاي وفي بعضكم ممكن يحصل على هدية أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة وابتدعمك بشكل قوي طيلة النهار على مستوى الاتصالات والنقاشات والحوارات عندك سرعة بديهة عالي جدا وقدرة على الإقناع عالي جدا ولكن بدك تحذر من تقلبات مزاجك اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ بسبب حدث مفاجئ ممكن اليوم يكون لك تعامل مع أحد الإخوة أو أحد الجيران أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء بتضل بتحمل نوع من أنواع التوتر لغاية ساعات المساء بعدين الأجواء بتصير إيجابية بتحمل نوع من أنواع الاستقرار أو طمأنينة من مسألة إلها علاقة إما بالبيت أو بالعقار أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء جيدة وبتدعمك على المستوى العاطفي وبتعمل تقارب ما بينكم وبين الأحبة وممكن اليوم يكون في تقارب جيد أو التفكير في مغامرة أو حتى نزوي معينة وبرضو ممكن يكون لكم تعامل ما بينكم بين أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس الأجواء هو أنا بتركز على الأمور الصحية وعلى أمور العمل فممكن يتراكم عندكم بعض الأعمال أو ما يكون في طاقة لإنجاز بعض الأعمال وبرضو ممكن يتراكم عندكم عمل معين ولكن ممكن يبادر أحد الزملاء في مساعدتكم في أمر ما أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكة فطبعا القمر بما أنه موجود عندكم فهو قوي جدا الفترة هاي بتعزز العواطف ما بينك وبين الشريك أو الشعور بوضعه أو مؤازر معين أو تعاون على إنجاز أمر مشترك ما بينكم الجو بيحمل نوع من أنواع المصالحة أو تراجع عن قرار سابق أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور ما زالت ضاغطة على المستوى الأمور المالية المشتركة فعشان هيك بنقول لك لا تأخذ على عاطقك إنجاز أمر مالي معين دون التأكد من وجود حل له أو أنه المال يصير بإيدك وبعديها تتخذ القرار أو الوعود اضبط ميزانيتك واضبط أمورك المالية بشكل جيد ممكن في ساعات المساء تجد بعض الحلول أو وعود لا إنجازات مالية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أمور إلها علاقة بالسفر فممكن الفترة هاي تهتموا حتى على مستوى امتحانات أو مراسلات أو حتى مناقشات الأجواء بتدعمكم ولكن في فترة دخلوا المسار ديروا بالكوا تعتمدوا على الحظ كثير أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة نقول لكم اليوم ما تجازفوا ما تغامروا ما تدخلوا بمواجهات مع مسؤولين ما تتغيبوا عن عملكم ما تهملوا عملكم حاول أنك تكون جاهز تحت أي ضرف ممكن يصير بشكل مفاجئ حاول أنك ما تشوه سمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يتوجهلك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا بلقاء الأصدقاء وفي منكم ممكن يجد نوع من الأنواع المؤازرة أو الدعم من أحد الأصدقاء اللي ممكن يساعدكم في مسأل ما أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء متقلبة عشان هيك الشمس لأنها موجودة والكواكب كلها هاي الموجودة في بيت المتاعب بتشكل نوع من أنواع الضغط والتقلب عندكم فعشان هيك احذروا من بعض الأشخاص اللي ممكن يتآمر عليكم بالخفاء برضو ظلك مهتم بأمورك الصحية وراحتك وغذاءك وصحة أحد الأحبة هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر